انتقل إلى رحمة الله الكاتب السعودي سعيد البشري صاحب مقالة عند موتي لن أقلق ولن أهتم بجسدي البالي بالله يركز على الكلام في آخر المقالة لعلها تكون عظه عبرة للناس اللينفوسهم ضعيفة يرون الدنيا وينسون الآخرة فيكمل ويقول فإخواني من المسلمين سيقومون باللازم وهو يجردونني من ملابسي يغسلونني يكفنونني يخرجونني من بيتي يذهبون بي لمسكني الجديد وهو القبر وسيأتي الكثير لتشيع جنازتي بل سيلغي الكثير منهم أعماله وموعيده لأجل دفني وقد يكون الكثير منهم لم يفكر في نصيحتي يوما من الأيام أشياء سيتم التخلص منها مفاتيحي كتبي حقيبتي أحذيتي ملابسي وهكذا وإن كان أهلي موفقين فسوف يتصدقون بها لتنفعاني فتأكدوا بأن الدنيا لن تحزن علي ولن تتوقف حركة العالم والاقتصاد سيستمر ووظيفتي سيأتي غيري ليقوم بها وأموالي ستذهب حلالا للورثة بينما أنا الذي سأحاسب عليها القليل والكثير النقير والقطمير وإن أول ما يسقط مني عند موتي هو اسمي لذلك عندما أموت سيقولون عني أين الجثة ولن ينادوني باسمي لذلك لن يغرني نسبي ولا قبيلتي ولن يغرني منصبي ولا شهرتي فما أتفه هذه الدنيا وما أعظم ما نحن مقبلون عليه فيا أيها الحي الآن اعلم أن الحزن عليك سيكون على ثلاثة أنواع الناس الذين سيعرفونك سطحيا سيقولون مسكين أصدقائك سيحزنون ساعات أو أيام ثم يعودون إلى حديثهم بل وضحكهم ثلاثة الحزن العميق في البيت سيحزن أهلك أسبوعا أسبوعين شهرا شهرين أو حتى سنة وبعدها سيضعونك في إرشيف الذكريات انتهت قصتك بين الناس وبدأت قصتك الحقيقية وهي الآخرة لقد زال عنك الجمال والمال والصحة والولد فارقت الدور والقصور والزوج ولم يبقى معك إلا عملك وبدأت الحياة الحقيقية والسؤال هنا ماذا عادت لقبرك وآخرتك من الآن هذه حقيقة تحتاج إلى تأمل لذلك احرص على الفرائع النوافل صدقة السر عمل صالح صلاة الليل لعلك تنجو إن ساعدت على تذكير الناس بهذه المقالة وأنت حين الآن ستجد أثر تذكيرك في ميزانك يوم القيامة بإذن الله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين لماذا يختار الميت الصدقة لو رجع للدنيا كما قال تعالى ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق ولم يقل لأعتمر أو لأصلي أو لأصوم قال العلماء ما ذكر الميت الصدقة إلا لعظيم ما رأى من أثرها بعد موته فأكثر من الصدقة ومن أفضل ما تتصدق به الآن عشر ثواني من وقتك لنشر هذا الكلام بنية النصح فالكلمة الطيبة صدقة